قبل أيام نجى أحد كبار قادة الأزواد ويسمى محمد أقنطالع نجى من محاولة اغتيال كادوا أن يقتلوا بالخرب من الحدود الجزائرية ما كانش بعيد في الفاغنر الإمارات تتحدى النظام الجزائري عند الحدود الآن وأنا أقولها لكم أنا لا أستبعد أن تقدم مجموعات مرتبطة بالإمارات أو بغير الإمارات لكن الاحتمال الكبير الإمارات بأن تقدم على هجوم على مراكز حساسة جزائرية جدا في الصحراء خاصة المراكز البترولية والغازية فأنا لا أستبعد ذلك لأن الآن طائرات بدون طيار سهلة الإمارات اشتركت مع الولايات المتحدة في إنشاء قاعدة عسكرية في أغداس لا تبعد على الحدود الجزائرية إلا 300 كم 300 كم بالنسبة للطائرات بدون طيار هي بعض الطائرات بدون طيار تقطعها في نصف ساعة أو في 45 دقيقة تقصف وترجع جماعة فاغنر اللي رأهم موجودين الآن على الحدود الجزائرية واللي تركيا بكل أسف وألم بعت لهم طائرات البيرقدار قبل أيام فقط جماعة مالي فرحانين أنهم جابوا خمس طائرات من النوع النوع الجيد من طائرة الدرونز هذا الدرك يقصفوا في الجزائر كما يريدون كون يحبوا يقصفوا محمد آغنطالا المعلومات التي لديها الآن رأي في العاصمة العاصمة الجزائر بدأت العصابة تنتبه للأخطاء الكاري تيلر سكبوها بدأوا ينتبهوا وبدأوا يفهموا بأن الأزواد حلفاء وليس أعداء وأن الأزواد هؤلاء ساندوا في الثورة متاعنا رفضوا تقسيم الجزائر ما تنسوش أنا ديقول من بين الطرحات اللي كانت عنده أنه ينشئ كيان للتوارك منه جزء من الأراضي الجزائرية هذا كان فيها 1959-69 كان الحديث وأشياء أخرى كثيرة فآغنطالا إذن رأي في الجزائر الآن وأغنطالا المعلومات التي لديها تقول أن هناك دول غربية مش هح نذكر اسمها لكن ثلاث دول غربية تتواصل معها ويقولونه نريد موافقتك لأن أغنطالا هو هذا وريث واحدة من أهم السلطنات اللي موجودين في الشمال المالي كاش نهار نديل لكم كل تفاصيل شكون هي هذه السلطنات وين تقع عمتها إلى آخره وبالمناسبة هذه السلطنات كيلي عمرها خمسمائة سنة كيلي عمرها سبعمائة سنة كيلي عمرها سبعمائة سنة مثلا الأهغارن هذا العرش الأهغارن وهو عنده سلطنة آتجر وسلطنة الأهغار اللي واقعين في الجزائر آتجر من جهة إيليزي والآهغار من جهة تامر راست حضر عمرهم مكثر من خمسمائة سنة وللأسف منذ قبل 92 تعامل النظام الجزائري معهم بكثير من التعالي ومن مش فاهم النظام هذا عصابات لا تفهم بللي هؤلاء حلفائك موج خصومك والدليل ها رحت تتحلفت مع عسكر مالي انقلبوا عليك بمجرد أنجاههم الإمارات يعطالهم أكثر والإمارات عندها خطة قلنا عليها أكثر من مرة بعدما فككت المشرق العربي تريد أن تفكك شمال إفريقيا والمغرب الكبير تفكيك هاو هاو السودان هاو يتفكك قدامنا إذا حطيناها في شمال إفريقيا مصر هاي تحت الخضوع الإماراتي ليبيا هي تتفكك واش باقي؟ باقي الجزائر والمغرب وموريطانيا تونس هاي تحت النفوذ الإماراتي وبالنسبة لجزائر والمغرب دارهم خطة بات يتخلوا في بعضهم والإمارات تكون مرتاحة تماما إمارات راي تنفذ في مشاريع عالمية مش برك ليها هي إضافة إلى أماكن الذهب مثلا راح نعطي لهم معلومة الآن المعلومات التي لديها أن جماعة فاغنر والجيش المالي سيهاجمون ثلاث مناطق قريبة من الجزائر في الأيام القادمة على أقصى تقدير في الأسبوع القادمة ما هي هذه الأماكن؟ سيهاجمون تين زواتين المالية اللي قريبة من تين زواتين الجزائري وسيهاجمون بلدة تهندرت إن شاء الله نكون تقتهم ليح اللي هي قريبة من تيميوين لكنها هي دخلة في الأراضي المالية يعني شمال المالي اللي هي أزوال وسيهاجمون عين خليل اللي هي قريبة من برج باجي مختار هذه المدن الصغيرة أو البلدات الصغيرة الإماراتية المالية قريبة من هذه المدن الجزائرية ويوجد إماراتيين مكتشفين مناجم ذهب كبيرة جدا فيريدون يضربوا أصفر بحجرة يسيدروا على الذهب هناك تحميه فاغنر يحول الذهب إلى الإمارات جزء منه يذهب إلى الطغمة في مالي الطغمة في مالي مرتاحة لأن هذا الذهب كان موجود تحت الأزواد ما كانت موجود تحتهم والإمارات مرتاحة تنهب ما تشاء وفاغنر يدي حقه وهكذا روسيا مرتاحة إمارات مرتاحة الجماعة هذون مرتاحين تعاق عسكر مالي وإلى آخره لكن بالنسبة للقوة الغربية قضية وجود فاغنر هناك كارثة كانوا انتقدوا النظام الجزائري بشدة ولذلك شنغريحة راح يدلهم تنازلات الآن شنغريحة يقوم ويقدم تنازلات راح نتشوفها ماهيش بعيد أيام أسابيع تسمعوا أن قصفاً أمريكياً قد حدث في شمال مالي ضد فاغنر لا أستبعد ذلك إطلاقاً هذه ليس معلومة هذا تحليل لأننا نعرف بين يكون فاغنر من الولايات المتحدة يتصاب بالجنون لأنها تعرف أنهم يحدثون الفوضى وأيضاً معناها نفوذ روسي وهذا صراع أمريكي روسي على المنطقة ونحن نذهب في الطريق تبطحين أنت شنغريحة ومجموعة لكن مش فهمين ما يعرفوش لا يستطيعون إدارة ثكنة كازيرنا فكيف يديرون دولة بكل ما هي من تعقيدات داخلية وخارجية وعلاقات خارجية وسراعات وخصومات لا يعرفون لا يعرفون اشتركوا في القناة